السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على قناة تقافة ومنوعات في هذا الدرس الجديد الذي سوف نتكلم فيه اليوم عن متصفح جميل جدا أطلقته شركة أوبرا وهو إعبار عن متصفح عفوا جديد فإذا كنت مهتم بالتفاصيل وميزات هذا المتصفح فابقى معي رابط تحميل المتصفح سوف أتركه لك أسفل الفيديو في ديسكريبشن فهذا المتصفح هو عبارة عن أوبرا نيون وهو متوافق مع كل من الماك والويندوز فهناك فيديو أو مقطع دعائي للمتصفح بإمكانك مشاهدته من نفس رابط التحميل الذي سوف أتركه لك أسفل الفيديو فصراحة المتصفح هو عبارة عن بشكل تفاعلي كما تشاهد معي فهنا بإضافة إلى مجموعة من الخصائص الجميلة التي لا تحتوي على أي متصفح آخر فعلى سبيل المثال إذا فتحت اليوتيوب بهذا الشكل وأنت تريد أن سوف أنقص الصوت حتى لا يتدخل الصوت وأنت تريد أن تبقى تشاهد الفيديو بهذا الشكل فعلى سبيل المثال عندما تقوم بتشغيل الفيديو سوف تشاهد تغير هذه العلامة حيث مؤشر الفقرة سوف تشاهد تغير هذه العلامة كل ما عليك فعله فقط هو الضغط على هذه العلامة ثم الضغط على هذا السهم بعد أن تدخل على هذا السهم الجميل في الأمر أنك تستطيع أن تبقي هذه النافذة بهذا الشكل وتستطيع أن تبقى تشاهد صوت وصورة وتذهب تتصفح الفيسبوك على سبيل المثال بشكل عادي جدا وأنت تشاهد وتدردش مع الأصدقاء وكل شيء والأمر جيد وجميل جدا هذه هي النقطة الأولى لما يخص هذا المتصفح تستطيع أن تلغيها وكما تريد النقطة الثانية هي أنك تستطيع أن تلغي الصوت من خلال النقل على هذه الأيقون فعند مداته لهذا الخيال تستطيع أن تغلق الصفحة نهائيا أو تستطيع أن تلغي الصوت بهذا الشكل فأنا سابقا ملغي الصوت فلذلك لن تستفيد أي شيء فعلى سبيل المثال أغلق بهذا الشكل حتى تلاحظ أنها اختفت نهائيا الخاصية الثانية التي يتمتع بها هذا المتصفح وهي أخذ صورة من المتصفح مباشرة على سبيل المثال أنت تريد أن تتكلم مع أي شخص وتريد أن تضيف له صورة أو أي شيء على سبيل المثال حتى لا أطيل عليك تستطيع أن تريد أن تريد تعليق أحد الأصدقاء كل ما عليك فعله هو الضغط على أيقونة الكاميرا بهذا الشكل وكما يوضح لك تسحب التعليق الذي تريد أن تقوم بتضمينه على سبيل المثال هذا التعليق أو أنت تريد أن تتكلم مع شخص وتريد أن تضيفه بهذا الشكل بعد أن تقوم بأخذ اللقطة تستطيع أن تجدها هنا وتضيفها بهذا الشكل لأكثر من صديق وترسلها بهذا الشكل لتصل في غضون دواني تستطيع أن تقوم بتضمين أكثر من لقطة بهذا الشكل تجدها كلها هنا تستطيع أيضا أن تقوم بإرسالها بهذا الشكل والأمر بسيط جدا تستطيع أن تحدث أي صورة من خلال الضغط على الزر X هنا وتنتهي من الأمر كذلك تستطيع أن تضيف أي موقع تريده اللغة العربية على سبيل المثال تستطيع أن تضيف البلوغر بهذا الشكل لا تهتم للميسانجر الخاص به تستطيع أن تضيفه بفقط السحب وتركه بهذا الشكل وكما تلاحظ فقد تم إضافته بهذا الشكل تستطيع أن تحدث أي شيء لا تريده فعلى سبيل المثال أنا لا أريد هذا كل ما علي فعله هو الضغط على الزر X بهذا الشكل ليختفي بكل بساطة وسهولة ميزة أيضا رائعة جدا فيما يخص هذا المتصفح وهي كما بإمكانك أيضا التراجع من خلال الضغط على زر التراجع أو التقدم تستطيع أيضا أن تقوم بعمل ريفرش للصفحة من خلال الضغط على زر الأسهم بهذا الشكل تستطيع أن تغلق النافذة التي أنت موجود فيها من خلال الضغط على زر النعقص من هنا تستطيع أن تغير ترتيب الأزرار التفاعلية بهذا الشكل أيضا هناك مجموعة من الخصائص سيتنج مثل جوجل كروم بشكل عادي جدا فالسيتنج لا تختلف كثيرا عن السيتنج الخاصة بمتصفح جوجل كروم تستطيع أن تتركها على كروم بهذا الشكل شو أدفينسين سيتنج الهيسطوري تستطيع أن تشاهد الهيسطوري أباوت ومجموعة أخرى من الزوم أستطيع أن أقول لك أن كنترول زد تفعل الزوم كنترول ناقص كنترول سفر نفس الخصائف المتعلقة والاختصارات المتعلقة بجوجل كروم إلى هنا يكون درس وموضوع اليوم قد انتهت أتمنى أن لا تبقى العلين بها الضغط على الزر اللايك إذا أعجبك الموضوع سبسكرايب على القناة لتشاهد كل جديد إلى اللقاء الأول